كريم حمادي الأخ كريم حمادي أنا صراحة كمواطن عراقي أتابع كل اللي جاي يوصني أنا أدعو أخي السيد وزير الدفاع جمعنا هذا وأدعو أخي السيد حاكم الزاملي بصفة مقاتل عراقي وبطل في جيشنا الباسد وأعتقد وصل إلى رتبة عميد وكذلك بصفته كان رئيس لجلة الأمن والدفاع البرلمانية في البرلمان والآن هو نائب رئيس مجلس النواب العراقي أدعوه وأدعوهما إلى اجتماع عاجل قعدوا وفكروا وطلعوا بالنتيجة ورفعوها للقائد العام القوات المسلحة الأخبوا هي أقول له لأخ مصطفى كاظمي هذا يتوصلنا له أنا أرجو أن يحل الموضوع بعيد عن الإعلام لأن أكو حملة شعبية كبيرة لكن تصريحاتكم أنا ضد أن تكون بالإعلامك وكأنه اختلاف بوجهات النظر ليش أنور يقول هالشكل لأنه أنتم تمثلون المؤسسة الأمنية إحنا قائمين من وجعة اللي صار في 2014 مقليل وبالتالي إحنا ما نريد هذه التجاذبات بالإعلام لا حلوها بيناتكم وطلعوا بموقف موحد يخدم المقاتل العراقي والمؤسسة العسكرية العراقية وأنا أرجو أن أقول لأخي السيد حاكم الزامن والله العظيم دولة اللي يأخذون إجازة خمسة أيام من وراء 21 يوم ما يرجعون ينامون يا أخوي لا والله يا أخوي يمكن ما واصلتك كل الصورة أخوي يرجعون يشتغلون والله يرجعون يشتغلون حتى يعيلوا العوائلهم يرجعون يشتغلون العمالة والكسبة وبالبسطية وهو مقاتل بالجيش العراق الباصل حتى يعيل عائلته هو ما عنده مكيف وقاعد جوه التبريد وانت تعرف بذل الشيء لكن خلت توصل للباقين لا يا أخوي لا تدرب وضع الكهرباء ووضع الخدمات لكن هو يروح يعيل عائلته إلقوا حل يخدم الجميع وهذا أمننا بكم أنا كأعلام حر أدعوكم اثنيناتكم إلى اجتماع عاجل تطلعونه نتيجة وحدة ولا يبقى هذا التجاذب بالشارع العراقي وأنا أدعو أيضا المؤسسة العسكرية وقواتنا الأمنية على أن نتخلي الإعلام رقم واحد باهتمامها ترى معركتنا إعلامية على فكرة ترى الأمريكان احتلونا بالإعلام وترى الدواعش الإرهابيين الجردان احتلونا بإعلامهم الهوليودي وجرائمهم اللي كانوا يصوروها بأرقى الكاميرات وأرقى الطرق الإخراجية